ورحمة الله وبركاته احبابي الكرام حياكم الله وبياكم وسدد على طريق الحق خطايا وخطاكم أما بعد فأحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف نقهر الجن المتمركز في الرجلين بإذن الله عز وجل هذه طريقة جربوها الناس وعطات أكلا وأردت بإذن الله عز وجل أن أشاركها معكم لعلها يعني لعلها بإذن الله سبحانه وتعالى تعطي نفعا والدال على الخير كفاعله فنأخذ بإذن الله سبحانه وتعالى نأخذ ماء بإذن الله عز وجل نضع فيه ورد ريحان كمية صغيرة يعني بين أصابعي هكذا نضع في الورد ريحان نضعها في الإناء المملؤ بالماء نقرأ فيه الرحمن والملك بإذن الله سبحانه وتعالى ويأتي سائل ويقول يا أخي أنا لا أحفظ القرآن فأقولها خذ المصحف وقرأ خذ المصحف وقرأ من المصحف بإذن الله عز وجل لتكون العلاج أقوى حين ترقي نفسك بنفسك بإذن الله سبحانه وتعالى قلنا نأخذ إناء نضع فيه قليل من ورد ريحان بين أصابعي هكذا ثم نقرأ عليه سورة الرحمن والملك ونضع فيه رجلي مدة نصف ساعة تقريبا إذا كان الجن العدو الذي يسكن في جسدك في رجليك ستحس بتنم القوي بإذن الله عز وجل وربما رجلك تبدأ تتحرك هكذا يعني بسرعة 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 بإذن الله سبحانه وتعالى لتعلم أن ذاك العدو في رجلك فإذا ما استطعت أن تكمل طريقة فأنصحك بأن تذهب عند راقي يكون راقي يخاف الله سبحانه وتعالى فيك ويتقي الله عز وجل فيك ليساعدك في العلاج برقيته يعني تطلب منه المساعدة في الرقية والله وليه التوفيق نعيد نأخذ إناء نقرأ فيه صوت الرحمن والملك نضع فيه قليل من الريحان والورد نضع فيه رجلي نصف ساعة ثم ذاك الماء نرميه في شجر أو يعني لا نرمي الماء في مرحاض لأنه ماء المرقي والله وليه التوفيق أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله